وتعليقي الأول في موضوع طبعا أنا لا أدري بما أعجب أكثر هل هو بأداء المقاومة المسلحة في إتقانها للتخطيط وإتقانها للتنفيذ والجرعة في التنفيذ والشجاعة والإقبال على العدو وهذا كل أبهر العالم جميع المعلقين أنا تابعت بالذات بعض المعلقين العسكريين يقولوا هذا لا يوجد في الجيوش الإقبال هدايا والإقدام على الموت وعلى العدو والنكاية فيه هذا لا يوجد في الجيوش ولا تستطيعه الجيوش الرسمية هذه عناصر بالإضافة إلى إحكام التدريب هناك تربية نفسية وتربية عقائدية تجعلهم يقدمون هذا الإقدام لكن الذي يبهرني أكثر هو صمود الشعب لم تخرج مظاهرة واحدة ضد حماس ويقولوا لهم أنتم مرطونا في هذه المشكلة وخربتوا بيوتنا وقتلتوا أطفالنا وتسببتونا الناس من بره من بعض المخذلين الذين يتأوهون يقولوا نحن عندنا مثل يقول الجمل رافعه والقرادينين القرادين هو اللي يأن والجمل هو اللي يرافع الحمل هم شعب غزة متحملين وراضيين ويطلع في صغارة من تحت الأنقاض ويقول فدى فلسطين وفدى الأقصى وفدى حماس راضيين والحمد لله وهذا ما أبهر العالم حتى المسيحي يبدأوا يدرسون القرآن ليعرفوا سر هذه العقيدة وسر هذا الرضا بالقضاء والقدر وسر هذا الصمود وهم يعيطوا ويقولوا اقتلتوا الأطفال وتسببتوا في قتل الأطفال هذا موضوع المقاومة لا تستطيع أن تصد العدو عن قتل المدنيين وهذه رأيناها في جهاد عمر المختار في جهاد عمر المختار عندما عجزت طليان عن هزيمته طيلة عشر سنوات من الجهاد والفاشست بالذات بعد وصول الفاشست إلى الحكم في روما ماذا فعلوا للمدنيين؟ جمعوا القبائل الليبية في برقة جمعوها في معسكرات اعتقال شديدة التنكيل وبسعيهم بغنمهم ببلهم بنساهم بأطفالهم داروا لهم أحبيلة وداروا لهم حراسات والصوت وأظن تسمعوا بالقصيدة ما بمرض غردار العقيلة وحبس القبيلة سجلت مأساه هذا كله بسبب لو كان هؤلاء المخذلون حاضرون لكانوا لا معمر المختار وقالوا أنت تجاهد أو ليس جهاد هذا وجاهدهم بالسنن وأنت تسببت في قتل الأبرياء حتى أن بعضهم قال بأن فصائل المقاومة أو حماس ألبت اليهود على المدنيين في غزة هذا كل هذا أولا يدل على ضعف وخور في النفسية لا يتكلمون إلا أو ربما بعضهم مدعوم بمخابرات دول معينة يعني يهمها كسر إرادة حماس وكسر إرادة المقاومة ويريدون والسيسي نفسه قال القضاء على حماس هدف نبيل أظن شفته بعد هذا التماهي مع الموقف الصهيوني شنتب أنت من الحكومات العربية ومن أذنابها الذين يطبلون في إداعاتهم سأعود إلى الحكومات